ومما خوّف الله به عبادة كل ما رأيت أحد مسرف على نفسه في المعصية يعني مقبل عليها ذكره بآية إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعَى يعني أين أنت غادل أين أنت راح أين أنت ذاهب الله يقول إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعَى هذا التخويف الذي جاء في يقرأ قال الله هنا فاتخذتموهم سخرياً وكنتم منهم تضحكون الآن ماذا حصل أنتم وهم رجعتم إلي قد خوفتكم من قبل إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعَى كِلَاكُمْ رَجْعَتُمْ إِلَي وَأَنَا الْحَكَمُ الْعَدْلِ جل جلاله فيقول جل وعلا إِنِّي جَزَيْتُهُمْ مَن مَنْ كُنْتُمْ تَتَّخِذُونَهُ سُخْرِيًّا بِمَا صَبَرُوا أَلْبَا سَبَبِيًّا أي بسبب صبر إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ هذا لصف هم الضمير هنا وهو ضمير فصل إقحامه هنا كأنه يعني معنى أن لا فائز غيرهم إِنِّي جَزَيْتُهُ مُتَبِيًّا وَاَلْبَا سُخُرُوا أَلْبَا سُخْرُوا أَهْمُ